هذه إذاعة القرآن الكريم من أبو الظفر أفتوني في رؤيان ما رأى أنه يختسل يدل على غفران ذنب وحج إن كان عاري قال صلى الله عليه وسلم واغسلني بالماء والثلج والبرد ونقني من الذنوب والخطايا والنبي صلى الله عليه وسلم العري قال صلى الله عليه وسلم يولد من حج ولم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه علمتم فلذا يدل على ذنب مغفور بإذن الله زينا أيضا الرسالة تقول حلمت بأني كنت أمشي مع أختي ثم قلت لها سنذهب لنصلي العصر ثم رأيت صديقتي وحظنتها ثم تذكرت أنه الدعاء مجاب بين الأذان والقام فدعوت لها أن يحقق الله لها ما تمنى رؤيا حق دعاء لك لأخت لك دعاء لك لأخت لك بظهر الغيب ويستجاب نعم ويستجاب والله تعالى أعز وعلم وأجل نعم مع مكالمة يا الله أعطني أعجل أعجل